تعالوا تعلم مع بعض الكلمات الصعبة اللي في صورة المئيدة إزاي نقرأها بطريقة صحيحة أول كلمة معانا في الآية رقم اتنين كلمة كده شبه كلمة آمين لا الميم هنا مشددة هنمد الهمزة وبعد كده نغن الميم ونشددها ولا آمين تاني ولا آمين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا نركز في الآية اللي بعدها فيها ثلاث كلمات والآيات في صورة المئيدة طويلة جدا كلمة لا مش السبع الباء عليها ضمه اسمها السبوع وما أكل السبوع ضم الباء ما تسكنهاش مش سبع لا السبوع السبوع وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم السبوع السبوع إلا ما ذكيتم بالذال ما تقولهاش بالزاي ذكيتم اللي هي الزكاة إنما ذكيتم يعني دبحتم لو شلت الحرف وغيرته المعنى يتغير خالص إلا ما ذا ذكيتم ما تقولش إزاي ذكيتم اللي هي الزكاة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام في نفس الآية فلا تخشوهم وخشون إنون هنا تحتها كسرة لو وفت عليها سكنها وخشون ما أقولش وخشوني وخشوني في سورة البقرة إنما هنا وخشون ولو سلطاها كسر بس فلا تخشوهم وخشوني اليوم أكملت لكم دينكم اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون فلا تخشوهم وخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نفس الكلمة دي في الآية رقم أربعة واربعين هنعمل نفس الموضوع برضو بالضبط مش هنقول وخشوني يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشو الناس وخشوني ولا تشتروا وخشوني ولا من غرياء الكلمة اللي بعدها في الآية رقم أربعة وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ يَسْأَلُونَ كَمَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ الكلمة اللي بعدها في الآية رقم 12 كلمة إثني عشر نقيبة اسمها إثني عشر نقيبة الكلمة اللي بعدها في نفس الآية رقم 12 كلمة فقد ضل ما نقولش فقد ضل لا الدال نبينها وانقلقالها فقد فقد ضل فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ نفس الكلمة دي شبهها كده في الآية رقم 77 كلمة قد ضلوا ما نقولش قد ضلوا قد قد ضلوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فقد ضلوا قد ضلوا الكلمة اللي بعدها في الآية رقم 18 قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُوا ضُمْ الباء يُعَذِّبُكُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ الكلمة اللي بعدها في الآية رقم 26 نلاقي كده ثلاث نقط مكررين في كلمتين كده بعد عن بعض أو جنب بعض في كلمة قال فإنها محرمة عليهم نلاقي على كلمة عليهم وبعدين نسيب كلمة أربعين وبعدين نلاقي على كلمة سنة ثلاث نقط تانيين ده كنا شرحناه في أول صورة البقرة واسمه وقف التعانق لو إفنى على الأولانية ما نقفش على التانية ولو إفنى على التانية ما نقفش على الأولانية إما نقول قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أو قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين لكن لو إفنى على الأولانية ما نقفش على الإيه التانية والعكس نفس الكلام في الآية رقم واحد واربعين بداية الربع هل لقيت ثلاث نقطة على كلمة قلوبهم وكلمة هادو لو إفنى على قلوبهم ما نقفش على هادو والعكس يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أو نقفش على هادو يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يبقى ده وقف التعانق نقف على الأوانية أو التانية أو ممكن ما نقفش خالص لكن ما تقفش على إيه إلا اثنين الكلمة اللي بعدها في الآية رقم سبعة وعشرين أول ربع واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما موجود كلمة شبهها في الآية رقم ستة وتلاتين إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل ما تقبل منهم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم الكلمة اللي بعدها في الآية رقم تمانية وعشرين كلمة بساطة نلاقي لإيه الطا مش عليا حاجة والتا فتحة هنبين الطا كده من غير ما نقلقى لها وبعد كده إيه نبين الطا لإن بساطة بساطة ما نقولش إيه بساطة لا بساطة ولا نقول بساطة لأ نبين الطا كده يكون صوت تخين كده من غير ما نقلقى لها لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ نِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ بساطة بعد كده في الآية رقم تلاتة وتلاتين آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وبعدين أو ينفو ينفو أو ينفو من الأرض أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض أو ينفو أو ينفو الكلمة لبعدها في الآية رقم واحد واربعين بداية ربع يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه وإن لم تؤتوه فاحذروا تؤتوه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وإن لم تؤتوه فاحذروا الكلمة اللي بعدها في الآية رقم خمسة وستين كلمة اتقوا مش اتقوا ولو أنهم آمنوا واتقوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير آمنوا واتقوا واتقوا نفس الكلمة في الآية رقم تلاتة وتسعين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا اتقوا اتقوا الكلمة اللي بعدها في الآية رقم خمسة وسبعين وأمه صديقة صديقة ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام الكلمة اللي بعدها في الآية رقم تمانين كرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يتولون يتولون الكلمة اللي بعدها في الآية رقم تسعة وتمانين لا يؤاخذكم الله باللهو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان في نفس الآية كلمة فكفارته إطعام عشارة ما تقولش عش لا الشين افتح عشارة مساكين عشارة افتح الشين فكفارته إطعام عشارة مساكين بعد كده في الآية رقم تلاتة وتسعين كلمة طاعموا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا طاعموا الآن لبعدها كلمة يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم لا يبلونكم يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب لا يبلونكم الآية اللي بعدها الآية دي ايه فها كلمات كتير فجزاء الهمزة منونة مش او لا وهنعم الإضغام فجزاء مثل فجزاء مثل مثل ما قتل من النعم افتح النون مش النعم لا النعم النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة الكلمة اللي بعدها في الآية 101 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألوا عن أشياء إن تسألوا ؛ بعد ذهب أي إن ما جعل الله من بحيرة مش بحيرة بحيرة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام بحيرة الآن لبعدها وإذا قيل لهم تعالوا ما تقول شي تعالوا تعالوا هنفوت آية وبعدين اللي بعدها مية وستة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم مش بينكم بينكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عذب منكم بينكم الآية اللي بعدها فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق استحق من الذين استحق عليهم الأوليان مش الأولين الأوليان 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 فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان استحق عليهم الأوليان الآية اللي بعدها أَوْ يَخَافُ أَنْ تُرَدَّ تُرَدَّ وَأُمِّيَ أسأل الله أن يحشركم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اشغلوا وقتكم بالقرآن والوقت اللي انتو بتضيعوا في الحاجات المش مهمة خليكوا اشغلوا وقتكم ايه بالقرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن